اكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب رفضها التام لما ذكره المفوض السامي عن مملكة البحرين وان ما جاء في كلمته هو خطاب سياسي وليس حقوقي كما ان انجازات ومبادرات مملكة البحرين في المجال الحقوقي تهدف لصالح المواطن ومملكة البحرين باعتبارها دولة مؤسسات وقانون ولديها مشروعها الاصلاحي ومسيرتها الديمقراطية احرص على حقوق مواطنيها من اي مؤسسة خارجية او جهة اجنبية وشددت لجنة حقوق الانسان البرلمانية على ان السلطة القضائية في مملكة البحرين تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والعدالة ولا يؤثر احد في احكامها واجراءاتها القائمة على الشفافية والوضوح وان اي شخصية او جمعية تتجاوز القانون وتهدد الامن والسلم الاجتماعي فانها تساءل امام القانون وان كل الاجراءات التي اتخذتها الدولة مع المخالفين والمتجاوزين اتبعت فيها الاجراءات القانونية اللازمة ولا يوجد في البحرين ما اسماه المفوض السامي بالمضايقات وعليه ان يوفر قلقه واهتمامه لان مملكة البحرين ملتزمة بتوفير وضمان ورعاية وصون حقوق الانسان للمواطن في كافة مؤسسات الدولة وان الحريات العامة مكفولة في المملكة وفقا للدستور والقانون وان اعمال العنف والارهاب والتحريض التي يقوم بها البعض هي ضد مبادئ الحرية والتعبير والقانون وهو ما ترفضه كل الشرائع والمواثيق الدولية والقوانين واشارت لجنة حقوق الانسان البرلمانية ان الاعوام العشرة الماضية شهدت تطورات واصلاحات ومبادرات حقوقية بحرينية حضارية رائدة ومتميزة وان البيانات والمواقف غير الموضوعية التي تتخذها بعض المنظمات الحقوقية المسيسة ضد مملكة البحرين هي بحاجة ماسة وضرورية للمراجعة الدورية في مجلس حقوق الانسان لانها لا تعكس الواقع والحقائق عن مملكة البحرين وتوغل في اسرارها للاستماع لطرف واحد ووجهة نظر احادية غير صادقة ولا امينة وتتخذ مواقف منحازة ومسيسة وعربت لجنة حقوق الانسان البرلمانية عن خيبة املها لخطاب المفوض السامي ضد مملكة البحرين والاشارات السلبية التي لا تعكس حقيقة واقع وسجل البحرين الحقوقي المتطور والبعيد كل البعد عن الانصاف والعدالة والواقعية وان مملكة البحرين تواصل مسيرتها ونهجها الاصلاحي بقيادة جلالة الملك المفدى ولن تسمح بتقويض امنها واستقرارها من اي جهة وعبرت لجنة حقوق الانسان البرلمانية عن بالغ شكرها وتقديرها لجهود وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان في التصدي للادعاءات الباطلة تجاه المملكة كما واعربت اللجنة عن شكرها لممثلي الدول الخليجية والدول الشقيقة والصديقة الذين اكدوا دعمهم لمملكة البحرين وما حققته من انجازات وما قطعته من اشواط كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وقدمت نموذجا متقدما يستحق الاحترام والتقدير في التعاطي مع الملف الحقوقي في سياق التشريعات القانونية والاليات الوطنية التي انشأتها كالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والامانة العامة للتظلمات ومفوضية حماية السجناء والمحتجزين والعديد من الاجراءات في هذا المجل